السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم طلاب الأعزاء طلاب الصف الرابع اليوم إن شاء الله سوف نبدأ بالدرس الثاني عشر من كتاب اللغة العربية بعنوان آثار خالدة خالدة بمعنى باقية وحية في ذاكرة الناس سنتحدث عن أهم المواقع الأثرية التي ما زالت قائمة حتى يومنا هذا نبدأ بالاستماع أولا سنقرأ الأسئلة الواردة في الكتاب صفحة 23 بعد ذلك نقرأ النص ونجيب عن الأسئلة السؤال الأول من الخليفة الذي بنى مدينة سر من رأى السؤال الثاني لماذا بنيت المدينة السؤال الثالث ما اسم مدينة سر من رأى الآن السؤال الرابع فيما أبدع المهندسون والبناءون في المدينة والآن طلاب الأعزاء استمعوا إلى النص الذي سأقرأه عليكم عنوان نص الاستماع مدينة سر من رأى أراد الخليفة العباسي المعتصم أن يبني مدينة سر من رأى لينقل إليها إدارات الدولة جلب المعتصم إليها أشهر المهندسين والبنائين من جميع أنحاء الدولة الواسعة ووفر لهم كل ما يطلبونه من مواد البناء والزخارف فأبدعوا في بناء قصورها العظيمة ومساجدها الفخمة الفسيحة وشوارعها الممتدة ودورها الكبيرة المزخرفة وهي تعرف الآن بمدينة سام الراء والآن نجيب عن الأسئلة السؤال الأول من الخليفة الذي بنى مدينة سر من رأى؟ الخليفة العباسي المعتصم السؤال الثاني لماذا بنيت المدينة؟ لينقل إليها إدارات الدولة السؤال الثالث ما اسم مدينة سر من رأى الآن؟ أحسنتم سام الراء اسمها الآن سام الراء السؤال الرابع فيما أبدع المهندسون والبناءون في المدينة بناء قصورها ومساجدها الفخمة وشوارعها الممتدة ودورها الكبيرة المزخرفة التحدث لدينا هنا مجموعة من الصور وهي صور لمواقع أثرية تحت كل صورة مجموعة من الأسئلة سنجيب عليها بعد تأملنا لهذه الصور الصورة الأولى ما اسم المعلم الأثري الذي تراه في الصورة؟ المعلم هو المكان المعروف هذا المعلم الأثري الذي تراه في الصورة ما اسمه؟ أحسنتم مدينة البترة ماذا تعرف عنه؟ ماذا تعرفون عن مدينة البترة؟ أنها تعرف باسم المدينة الوردية بناها الأنباط وهي إحدى عجائب الدنيا السبع الصورة الثانية صف أرضية الساحة كما تبدو في الصورة لاحظوا الصورة التي أمامكم هناك أعمدة هناك ساحة كيف تبدو هذه الساحة؟ أرضية هذه الساحة كيف تبدو؟ مرصوفة أحسنتم أي مبلطة بالحجارة ماذا تشاهد على جانبي الساحة؟ لاحظوا هناك أعمدة أعمدة ضخمة ذات التيجان المميزة لما يذهب الناس إلى الأماكن الأثرية؟ هذه الأماكن الأثرية والمواقع الأثرية لماذا يذهب الناس إليها؟ للترفيه و للسياحة الصورة الأخيرة صف المعلم الأثري الذي تراه في الصورة هنا نرى مدرج كبير والدرجات مرصوفة أيضا بحجارة مختلفة في الحجم ماذا يفعل الشخص الواقف أمام المجموعة؟ نلاحظ هنا مجموعة من الأشخاص ماذا يفعل الشخص الواقف؟ يلتقط الصور طيب السؤال الذي يليه لما يلتقط الناس الصور في مثل هذه الأماكن؟ عندما نذهب إلى أماكن سياحية أو أماكن فيها مواقع أثرية يلتقط الناس بعض الصور في هذه المناطق لماذا؟ حتى يحتفظوا بتلك الصور للذكرة ترجمة نانسي قنقر